بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هيا عزيزي المشاهدين سريعا نجيب على بعض أسئلتكم التي وردت إلينا معنا فضلت الشيخ خالد صفحة باسم جينان الآخرة تسأل الراء في كلمة مجريها في سورة الهود هل مرققة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أولا هذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة الممالة لحفص يعني إيه ممالة أنا عندي كلمة مجراء أخرها إيه ألف مجراء أنا مقولش مجريها أنا أقول المجراء لسه مدخلتش عليها الضمير أخرها ألف الألف وإحنا قلنا هذه الكلمة الوحيدة الممالة يعني إيه ممالة؟ يعني الألف دي هتتجه ناحية الياء الألف تتجه ناحية الياء والألف لكي تتجه إلى ناحية الياء لابد أن تكون الفتحة التي قبلها متجهة كذلك إلى الكسر تاني أنا بقولش حول الفتحة الكسرة وما بقولش حول الألف ياء أنا بقول الألف تتجه إلى الياء ولكن لا تنطق ياء بقول الفتحة لقبل الألف ده أمر لازم لأن الألف لن تمال لن تتجه ناحية الياء إلا باتجاه الفتحة التي قبلها كذلك أيضا ناحية الكسرة طيب بما إن الفتحة والألف الفتحة ستتجه للكسر والألف ستتجه الياء سيحدث للألف إمالة أحدى أو أحد حالات ترقيق الراء بالنسبة لحفص وهي في كلمة وحيدة وهي كلمة مجريها لما اتدخل بعلها الضمير وتنطقها لحفص فهو يميل كده خلاص عرفنا عنه إمالة هاي مين قاله ألف مجراء الألف اللي بعد الراء لأن الكلمة مجراءها دي قدامي كده خلاص او أحد يفتكر الألف اللي في آخر الكلمة لا مجراء هي الوحدة أنهي الألف الألف اللي بعد الراء جميل أوي كده دي اللي هتتجه ناحية الياء والفتحة اللي أبليها اللي فوق الراء ستتجه إلى الكسر إذا نطقنا الآية بقى بسم الله مجريها مجريها ييجي عندي بقى هنا قعدة وهي من أحوال ترقيق الراء ها أن إيه أنتمال الفتحة اللي فوق هدية تتجه ناحية إيه الكسرة إذا فلازموا الإمالة ترقيق الراء فأوعى تقول مجريه لا مجريه ريه إزاي أطبط الإمالة على وزن كلمة هي ها مجريه مجريها فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وعرفنا أنهي ألف اللي تمال اللي هي بعد الراء مش ألف الأخير ربنا يبري في الجميع شيخنا الفاضل أيضا سؤال آخر كيف أعرف مقدار المد يعني اتنين حركتين أربع حركات ستة حركات أبسط طريقة يعرف بيها أو يعرف بها تقدير المد هي أن تقبض الإصبع أو أن تبسطه بتأني بين السرعة وبين البطء الشديد حاجة وسط كذا ده أبسط طريقة وكل هذا يضبط بالمشافهة يعني إيه إنك تجلس أمام المعلم يسمع منك يقول لك هو ده مقدار المد حركتين هو ده كده أربعة هو ده كده ستة طب عشنا نتدرب كده مثلا لما سمعنا الهداء يبقى أنا كده عملت إيه قبضت أو إني أبسط الهداء وهكذا بإيه لا بسرعة ولا ببطء شديد وفق الله في الجميع جزاكم الله خير وفق الشيخ أعزائي المشاهدين سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد لحظات قصيرة لنستكمل شرح الآيتين الكريمتين فانتظرونا نلتقيكم بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية ونسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من المتحابين في جلال الله الذين يحشرون على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء هيا أعزائي المشاهدين نتعلم بعض أحكام التبويض من خلال الآيتين الكريمتين الثالثة عشر والربعة عشر من سورة الجن وقد استمعنا إلى الآيتين الكريمتين بصوت القرأي الشيخ عبد البسط محمد عبد الصمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد لا تنسى وصول الرواية أي رواية حفظ واحد الاستعاذة اثنين البسملة أنت مخير فيها كذلك الاستعاذة نبدأ مع قوله تعالى وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى لا تنسى التفخيم والترقيق من أول الاستعاذة من قوله وَأَنَّا الْوَاوِ الْهَمْزِ النون تُشَدَّد في شدة على النون يبقى فيه ايه تمام غنة كميل وَأَنَّا لَمَّا أَلِفْ أَنَّا ثابت معي إذا وقفت وثابت معي إذا وصلت خلي بلك من الحتة دي بالزات أوي معايا جدا وانت بتقرأ متى يثبت ومتى يحذف هنا يثبت عندي إذا وقفت ويثبت عندي إذا وصلت لَمَّا أَدِي الْمِيمِ المُشَدَّدَة قلت لَمَّا وَلَا لَمَّا أيوة طيب وأنّا لَمَّا والحروف معي مراققة ولا مفخمة مراققة ممتاز طيب لَمَّا سَمِعْنَا سَمِعْنَا السين الميم العين الألف طيب سمعنا عند الوقف آخر حرف سمعت مني إيه؟ الألف صح؟ ممتاز سمعنا ده عند الوقف طيب أنا إحنا مش هنوقف إحنا نوصل سمعنا الهدى يبقى من النون إلى اللام مباشرة سمعنا الهدى آه يبقى من النون إلى اللام مباشرة ده التقاء الساكنين إوه أحد يقول سمعنا الهدى لا سمعنا ال يبقى آخر ألف في كلمة سمعنا حذف ده واحد اتنين همز الوصل حذف هو همز والألف لا همز بس مرسوم ألف ما هو معروف إن الهمز إذا جاءت في أول الكلمة الهمز بن قسين أي همز وصل قاطع إذا جاءت في أول الكلمة ترسم على ألف يبقى كلمة الهدى الألف اللي في الأول ده ده همز الوصل واللام دية لمساكنة وبعدها ها حكمها هم أيوة الله يفتح عليك إظهار لام قمرية حكمها الإظهار الهدى إحنا بنوصل مش وقفين سمعنا الهدى طيب إحنا وقفنا في أخرنا ألف طيب وقفت مفيش مد طيب إحنا وقفنا هنوصل لسه الكلام على الوصل إيه الكلمة اللي بعد الهدى آمنا أول حرف فيها إيه الهمز مكتوب إزاي على السطر حرف مد في كلمة والهمز في كلمة همد كام إحنا ماشيين برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية همد كام أربعة مش عيم وأنا لسه بتعلم أعمل كده الهدى يبقى أنا كده بتعلم إزاي أضر المد بتاعي تقدير المد إما بالقبض وإما بالبسط ناشي الكلام كده بس سوعة تعمل زي كده وتقف على المد بتمد لا إنت لما تقف تقول الهدى أنا لما مدت ده مقام تعليم بقولك كيف يكون مقدار المد إنما أنت أيها القار لا تمد إلا إذا وصلت أربع حركات هكذا الهدى آمنا إبقى إمتى بمد أربع حركات حينما تصل إنما لو وقفت بتمد حركتين اتنين بس طبيعي الهدى بس كده يبقى خلي بالك بقى إوعى تعمل زي الأستاذ يتجوز في مقام التعليم فيؤدي أشياء لا يجوز أن يؤديها الطالب المعلم يقولها ليوضح للطالب كيف يتلل طيب آمنا ده مد بدل هتمد إيه حركتين اتنين بس وده أول ملحق من ملحقات المد الطبيعي يبقى من ملحقات المد الطبيعي لرواية حفص عن عاصم المد مد البدل هتمد كام حركتين اتنين بس طيب آمنا أنا هسمع منك أنت بقى كده وأتخيل أنتقولي النون فيها أيوة غنة أقولك ليه هتقولي أنا عارف سمعك كنت بتقولي النون حرف غنة مشدد أيوة تمام ما شاء الله بعضه كمان بيقولي التحفه تمام وغنة ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنة تمام الله افتح عليك طيب آمنا به طيب ألف آمنا أنا هسأل بقى أيوة ثابت تمام في الحالتين طب أنا مش عارف يعني الحالتين أيوة يعني إذا وقفنا أدي حالة تمام وإذا وصلنا أدي حالة تانية كمان عشان كده بيختصروا عند أهل العل أو عند علماء العلم أو الفن بإيه بالحالتين يعني حالة الوقف وحالة الوصل طيب آمنا به وقف كده به أيوة أيوة لسأي اللي الإسكان لما توقف على أي كلمة تسكنها يعني ما قلش به أقول إيه به أيوة كده تمام عملت إيه في الباء مكسورة طب والهاء ساكنة والهاء حرف ضعيف بقى فأخلي بالي ما قلش به لا به كسرة الباء المحققة ستأتي معك الهاء طيبة مجودة حسنة طيب آمنا به ونقف وده وقف حسن لو عايز توصل نفسك يكمل كمل ما فيش مشاكل بس الأسلم قف وبعد كده ابدأ فمن يؤمن بس أنا هقول كلمة هنا صغيرة اللي عايز يوصل به بكلمة فآمنا يخلي باله النهاء به وقعت بين متحركين ففي عندي مد صلة طبيعي وأدي ملحقتان من ملحقات المد الطبيعي يبقى كده الآية النهاردة علمتني اتنين نوعين من أنواع ملحقات المد الطبيعي واحد البدل اتنين مد الصلة جميل قوي كده يبقى اللي هيوصل هيقرأها ازاي به فمن طب اللي هيقف به جميل هوصل فمن يؤمن وإوعى تنسى وانت بتقرأ التفخيم والترقيق اللي فات معايا كله ها في حاجة مفخمة لما سمعنا الهدى آمنا به كله مرقق تمام طيب فمن يؤمن بربه فمن الفاء عليها تشكيل عليها في ايه فتحة ممتاز طيب فمن المين فين تشكيلها ها فما جميل طلع لي بقى التشكيل عندي النون ايش موجود يبقى ادي كده علامة من علامات النون الساكنة ان ما يكونش فيه تشكيل طب انا اعرف ده ادغام ولا اظهار ولا اقلاب ازاي الحرف اللي هيجي بعد النون هيقول لي النون دي هتعمل فيها ايه فمن يو ايه الحرف اللي بعد النون هم ايوة الياء بصوا على الياء كده كويس متشكيل بايه فما يو بتضم بس ما فيه شدة يبقى هنا عندي الياء دي ستدغم الياء ولا النون ايوة كده مصحصح معايا تمام النون جميل يبقى النون ستحول الياء في الفم وتدغم الياء في الياء وفي معايا غنة بتاعة النون دي يبقى اسمه ادغام بيغنة ازاي انطأ فما يو فما يو بس سوعة تيجي تقرأ انت قول فما يو زي كده لا ده انا بوضح لك بس الحكم فين انما انت لما تيجي تقرأ او انت تقرأ تقول كده فما يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رأسا